وسط تهديد واسع بين إسرائيل ولبنان يتخذ منح تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني تصعداً في احتمالية نشوب حرب بين الطرفين في وقت قريب وتلك التوقعات يضعها الجانبان على طاولة المواجهة النارية من خلال إطلاق متبادل وهنا بات العالم أجمع يضع تساؤلاً ملحاً هل اقتربت المواجهة بين الطرفين؟ الانطباعات بنشوب حرب قريبة على الجبهة اللبنانية غذها نشر حزب الله لمشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل عادت بها طائرة القوى الجوية التابعة له ولم تكن تصريحات حزب الله هو الوحيد الذي غذت تكهنات بقرب الحرب فقد أعلن الجيش الإسرائيلي المصادقة على خطة عملياتية لهجوم في لبنان شبكة سيئاً أنقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أبلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان لم يرد موعده بشكل محدد ودعت دول مواطنها لمغادرة لبنان بأقرب وقت ممكن مثل كندا وأمريكا والكويت عربياً ومع بلوغ إشاعات وصفها مراقبون بالمسيئة للبنان من وزن مغادرة سفراء دول إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والسويد وألمانيا إلا أن مراقبين أكدوا أن دولاً عدة استعدت لإجلاء رعاياها إذن تتجه الأنظار لما قد تحمله الساعات المقبلة سيماً مع تهديد حزب الله اللبناني بحرب بلا ضوابط أو قواعد مقابل تهديد إسرائيلي بإنهاء العملية العسكرية في رفح والانتقال إلى تصعيد مع لبنان كما نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير تحديداته للبنان بقوله إنه إذا واصل حزب الله مهجمة إسرائيل فإن جنوب لبنان سيلقى مصير غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر